هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتك رحزيز المشاهد في الحلقة السابعة من سلسلة نصايح وسرار واخطاء يعني معلومات عامة عن الدرنك لو لقيت دروع او جئت بتختار الدرع دائما خلعينك على الوصف خصوصا في الهلمت غالبا متحصل في الوصف او الديسكريبشن تبع هذا الدرع يكون فيه ميزة او خاصية تميز هذا الدرع فما يهمك بس الاستاتلا انتبه للخواص السرية اللي موجودة في هذا الدرع او الهلمت البفات المخفية هذه صدقني رح تفرق معك بشكل جدا كبير او ممكن يسوي لك استعادة للهلث او الفوكس بوينت اللي هو عداد السعر الجار العملاق هذا اللي تشوفونه اخوان هذا رح يعطيك ترزمن جدا مهم على موضوع لك ويب لود شرط الوحيد انك تتخلص من الانفيدر اللي موجودين في هذا المنطقة تستدعيهم على واحد واحد ومثل ما تشوفون الطريقة تقدر تفتك منهم عن طريق هذا الغصن توقف فوقه ضروري جدا انك تستخدم الدرع وتوقف على الحافة مثل ما تشوفون ورح تفتك منهم بسهولة ترزمن هذا رح يفيدك كثير اذا ما كنت مركز في الاندورنس مثلا في البلد تبعك فهذا رح يفرق معاك بشكل جدا كبير ترزمن تأثيره جدا قوي في موضوع الاكواب لود يعني تاخذ اسلحة ثقيلة وتلبس دروق ثقيلة وانت موفر نقاطك في تطوير الامور الثانية مثلا اذا كان انتليجنس او سترينغث او غيره فهذا ترزمن جدا مهم اذا لعبتها صح في توزيع نقاط البلد تبعك اضافة على موضوع الاندورنس ترى قدرة تحمل انساها اذا كنت فوق الحصان مثلا اذا كان في بوس مثل الفاير جاي انتقات لفوق الحصان البس اثقل الدروع عندك لان الوزن ما يفرق معاك والوزن يمتسح كامل مجرد ما انك تستدعي الحصان فبيكون عندك الدفاعات جدا قوية وانت فوق الحصان باثقل الدروع فبتستفيد منها بشكل اكبر وبتفرق معاك في الفايت واذا كنت لسه جديد على اللعبة وما شفت المقاطع الماضية في هذه السلسلة انصحك انك تشوفها صدقني راح تستفيد ومدتها جدا قصيرة اذا كنت تستخدم شيلد ضد احد البوسز او الانميز اللي يسوي عليك سبام انصحك في كل فرصة انك تنزل الشيلد وترجع تضغط الالتو لاني يوم تنزل الشيلد سرعة الاندورنس او استعادة الاندورنس او قدرة التحمل تكون بشكل اسرع او اضعاف انك يوم تم ماسك شيلد غير كذا وان تركض يضغط كراوتش مرة واحدة كذا راح يكون استعادة الاستمنة جدا سريع فاذا كنت في الفايت وانحشرت ان الاستمنة خلص ممكن وان تركض تسوي كراوتش وتستعيدها بشكل اسرع وتكمل النحشة في شغلة ثانية ممكن تكون فاتتك في الفايت تبع مورغت the omen king ممكن انك فوت مثلي اذا فوتها في تختيمة الاولى جربها في تختيمة ثانية اللي هي ملينة المزة هذه ممكن انك تستدعيها في هذا الفايت راح تستخدم نوعين من الضربات منها نوع واحد يهيلك اذا كنت قريب منها ونوع ثاني مثل ليزر ترميه طبعا ما راح تفرق معاك كثير في الفايت ولكن تقريبا اقل من الثلث يعني خلنا نقول واحد من عشرة تنقص من الهلث ولكن وجودها في الفايت يا عزيز المشاهد اكيد شي محفز كبير انك تجلده خصوصا لو استدعيت السمن بتكون ثلاثة اشخاص بتحس انه معك جيش تدخل ضد مورغت مع انه صراحة ما هو بالبوس الصعب اللي كانت معاها الا في الفيزة الثاني شوي لكن ما لنا اتوقع في تعطيك تجربة حلوة في الفايت معني اول ما استدعيتها مدر ليش مسوي ازعلانه كل ما جيت اكلمها تبعد في غلطة بسيطة يسوونها الناس انهم يشربون الفلاسك وبعدين ينتظرون لما يخلص الانوميشن بعدين يشربون الفلاسك الثاني ترى تقدر تشرب اكثر من فلاسك تضغط بسرعة على المربع ويصير لعبك يشربهم ورا بعض بصورة اسرعة البينة ممكن احد استخدمها كسمن وهي احد الامبيسيز اللي موجودة في لعبة الدا الرنج لكن اذا استدعتها كسمن ما رح تتحرك من مكانها ولكن ترمي الاسهم من نفس المكان تلقى هذه الشخصية على ظهر ذيابة اساسا وغالبا انهم يكونون على ظهر ذيابة بسبب انهم ما يقدرون يتحركون الحلو في الموضوع انك لو جيت في احد المناطق اللي فيها ذيابة وممكن انك تستدعي السمن ممكن انها ترقى فوق ذيابة وتقتله من على ظهر الحصان فهذا الانوميشن جدا رهيب وممكن انك ما تعرفه ممكن في بعض الاماكن مثل هلغ تري تلقى اماكن مرتفعة ودك تختصرها وتنزل تحت خلوا واحد من هذا اللي يمسك رح ياخذ عليك الفل دمج وما رح يجيك اي شي وتختصر النزول من اجمل الدروع في الدا الرنج ممكن انك تجيبها بسبب العجلات اللي موجودة في هذا المنطقة تكلمتنا هذا الاسبوع عن طريقتين ممكن انك تخلص من العجلات سواء كان بالبو وتطلق على الكورة اللي فوق والطيح وتكسر العجلة وممكن انك تحصل القريت بو غير كذا في طريقة ثانية اللي هو الرابتور of the mist تقريبا اسم الاش انك تتجاوز او تتجنب هذه العجلات ولكن اللي ما تعرفونه ممكن في هذا المنطقة اخوان اذا مشيتوا نفس المقطع ممكن توصلون لهذا المنطقة اللي فيها ثلاثة عجلات من تداخله طبعا راح تنزلون من هذا المكان ولكن ضروري انك تنتبه انك تطيح وفي نهاية هذا المسار راح تشوفون الاسكريتون موجود بعد ما تفتكون منه وتطلعون السلم بتوصلون لهذا المنطقة هذا المنطقة اخوان ممكن يصير duplication او تكرار اذا طلعت من فوق هنا على اليسار ودخلت اول دخل يمين تضرب بالسيف هنا بعد ما تضرب بالسيف ويطلع هذا فوق مش مشكلة تموت بالنيران هنا المهم مجرد ما ترجع في من بداية الدنجن توصل لهذا المنطقة بتحصل فيه عربة ثانية جاية تصفق العربة اللي كانت موجودة واذا سويت هذه الطريقة صح راح يجيك هذا الدرق وفوقها الاش افور الهولي جراند التاكرز كاميوترزمن هذا من اعظم الخواتم اللي موجودين في اللعبة اللي راح يسوي لك الستور للهيلث بسبب موت الاعداء حوالينك غير كذا عندك الريكارد غريترون الغريترون يا اخوان من اعظم الشغلات فمثلا اذا دخلت دنجن ولا شيء وتريد تستعيد الهيلث مجرد ما انك تقتل اي واحد هذا الريكارد غريترون مجرد ما تقتل البوس في هذه المنطقة راح تروح الى القلعة تبع ريكارد وتفعل غريترون من الجريس بوينت وتستخدم الرون ارك في كل مرة تموت حتى انك تفعل هذا الغريترون ممكنك تستخدم اي غريترون يتناسب مع لعبك ولكن اذا دخلت دنجن ولا شيء اتوقع هذا من اهم الغريترون اللي تستخدمهم لانه مجرد ما تقتل اي واحد من الانميزة راح تستعيد الهيلث بعض الهيان تدخل في زحمه وما عندك بقت او مجال انك تهيل فمجرد ما تقتل اي واحد من هذال الضعاف راح يجيك ريستور للهيلث وبكذا بتتغلب المجموعات بصورة افضل واسهل بكثير تمنى انكم طلعت بفايدة اخوان لا تنسوني باللايك اشكر من تنسى من قناة انتر بندر مشاري وساموراي في سفن أبو الدروف ودحيم ويرين وشكر من وصول كل من دعمني بلايك وكومنت وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته